في الرياضة علنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج سكاني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكاني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة مضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكانية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل وتسليمها خلال مدة نقصها ثلاثة أعوام وكذلك 75 ألف أرض سكانية جاهزة للبناء إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية للمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من الرياض ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان السعودي معي الوزير مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة الناس تريد أن تفهم بشكل مبسط الآن تفاصيل أول إعلان ربما من وزارة الإسكان في هذه المنتجات السكنية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم اعلننا مستهدفات 2017 لوزارة الإسكان ضمن برنامج التحول 2020 اليوم اعلننا عن تقريبا 120 ألف منتج سكني بعضها جاهز للاستلاء تسليم وبعضها سيكون تسليمه خلال فترة ثلاث سنوات بعد اختيار المواطن لوحدته السكنية المنتج الثاني تسليم 75 ألف أرض سكنية المنتج الثالث هو إطلاق الصندوق العقاري 85 ألف قرض جديد للمستفيدين قلت بأن بعض هذه جاهز للتسليم على الوزير تم تقريبا متى سيتم أيضا تسليمه؟ نحن إن شاء الله سيكون كل منتصف شهر مبتداء من فبراير سيتم عقد اجتماع أو اجتماع يعلن فيه أسماء جديدة بعضها للتسليم وبعضها للتخصيص وبعضها للإعلان للتوجه إلى المؤسسات المالية فابتداء إن شاء الله من منتصف الشهر القادم 15 فبراير سيكون هناك اجتماع شهري يتم فيها بالضبط تفاصيل مرحلة كل شهر حتى نهاية عام 2017 تقريبا أول إعلان في شهر فبراير كم سيتضمن؟ نحن نتحدث على تقريبا منتجات شمالية 15 ألف تقريبا ما بين قرض وما بين منتج سكني وما بين وحدات جاهزة إن شاء الله طيب كيف المعايير أو الأليات في تخصيص هذه المنتجات كيف تمت؟ طبعا يمكن لو حبينا نعيد بس تذكير المواطن على استراتيجية وزارة الإسكان استراتيجية وزارة الإسكان تعتمد على ثلاث عناصر أول رؤيتها تنظيم بيئة سكنية متوازنة ومستدامة نحرص على ثلاث عناصر رئيسة تحفيز العرض لوحدات السكنية ومعنى ذلك جاد وحدات سكنية متنوعة كانت في المساحة أو في السعر لجميع المواطنين في قائمة الانتظار المحور الثاني وهو توفير التمويل أو قدرة المواطن على إيجاد التمويل من خلال المؤسسات التمويلية كانت بنوك أو شركات تمويلية العنصر الثالث هو تنظيم القطاع بشكل عام ولذلك أوجدنا عدة برامج مثل إيجار اتحاد الملاك تنظيم هيئة العقار إلى غيرهم من البرامج المتنوعة الهدف بالنسبة لنا هو إيجاد بيئات سكنية متنوعة فيها تناغم من فئات دخل مختلفة لذلك تجد في كل مرحلة أو كل مشروع نحرص على يكون هذا التنوع ضمن قائمة المستفيدين في المشروع وجميع من نخدمهم هم ومن تقدموا على الوزارة من خلال بوابة اسكان هناك نظام أو نقط حسب برنامج الدعم السكني من خلال هذا البرنامج الدعم السكني يتم التواصل مع المواطن وإعطاء فرصة في اختيار المنتج المناسب له في حال اختيار المواطن لهذا المنتج يتم إكمال الرحلة في عادة عدم قناعته بهذا المنتج سيتم عادته إلى خط الانتظار مرة أخرى وتخصيص منتج آخر له في مرحلة مختلفة المناطق المستفيدة معي الوزير جميع الثلاث عشر منطقة في المركبة السعودية ستكون مستفيدة ومتنوعة إن شاء الله فيها أعتقد كل هذه المعلومات تم إعلانها في المؤتمر صحيح اسمح لي بس في الناس طبعا تفاعلت مع هذا الخبر بين مرحب بها وبين من ما زال يقول بأنه إحنا تعبنا من الوعود يعني معي الوزير اسمح لي أن الناس تقول كنا ننتظر في هذا المؤتمر توزيع فوري لهذه المنتجات السكنية خاصة بعد طول الانتظار لكل تلك السنين لماذا ثلاث سنوات لماذا لم يتم الإعلام بالفعل اليوم عن توزيع الفوري لهذه المنتجات وما الضمان أنه أنا خلال ثلاث سنوات سأحصل على منتج سكني دون أن تكون هناك أي مماطلة ربما كما حصل في سنوات سابقة هذا ما يقوله الناس صحيح إحنا لدينا منتجات جاهزة هي منتهية الآن إحنا الشهر القادم سنعلن للتسليم لذلك الشهر القادم سنشاهد مواطنين يستلمون وحداتهم السكنية هناك منتجات انتهينا من بناء البنية التحتية لها الآن نحن نوقع مع المطورين نتوقع خلال ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر ينتهي التصميم المطور سيقوم بعرض هذه المنتجات إلى المواطنين المواطنين إذا عجبتهم هذه المنتجات سيختارونها المطور سيقوم بالتشييد فور انتهاء اختيار المواطن سيقوم بالتشييد عادة أن المنتجات السكنية تتراوح ما بين سنة ونص إلى ثلاث سنوات في مرحلة التشييد لذلك حنا لما تحدثنا لما نتحدث كمرحلة نهاية ثلاث سنوات لذلك ستجد في كل شهر إن شاء الله في مواطن سيستلم وحدة السكنية في مواطن سيدهب إلى البنك ويجد قرضه جاهز في مواطن سيختار الوحدة السكنية وستكون علاقتها مع المطور تحت رقابة وزارة الإسكن هذا سيكون ابتدائي من الشهر المقبل وعلى مدى ثلاث سنوات يعني عندنا إحنا 280 ألف منتج سكنية أو وحدة سكنية سيتم تخصيصها وسيستفيد منها المواطن في أقصى مدة ثلاث سنوات هذا مضمون الأمر يعني لاحظ هذا مستهدفات 2017 2018 سنأتي برقام جديدة و2019 سنأتي برقام جديدة حتى إن شاء الله ننتهي من فترة بس ما في مجال يتعثر المشروع بمعالي الوزير وبالتالي لابد من ضماناتها كل الاحتمالات واردة كل الاحتمالات واردة لدينا خطة بديلة إذا تأخر المواطن المطور أو تعثر لدينا إحنا فريق جاهز نحن الآن نتعاقد مع شركات تنفيذية أذكر فقط أن الوزارة ستخرج من منفذ ومطور إلى منظم ومراقب طبيعي في أي تشييد يحصل هناك تعثرات نضع الخطط المناسبة في تأهيل المطور قدرات المطور بحيث أنه لا يتعثر إذا تعثر المواطن لا حوله ولا قواته إلا بالله سنضطر أن نجد خطة باء الذي لدينا حنا أننا نستطيع إكمال المشروع في وقته وهذا إن شاء الله ما نطمح له في خططنا الأولية إن شاء الله شكرا جزيلا لكم تمني أتلكم بالتوفيق مع الوزير الإسكان من الرياض ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان السعودي وبالطبع سنتابع معكم دائما وأبدا كل هذه التفاصيل متعلقة بما تقدم وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة شكرا لكم